أفاد مصدر مسؤول أن مصر تواصل جهودها مع الفلسطينيين والإسرائيليين لتوصل لتهديئة بغزا وسماح بإدخال المساعدة مشيرا إلى أن القاهرة تبدل جهود مكتفة لعودة المسار التفاوضي المتوقف منذ يوليو الماضي أكد المصدر أن الجهود المصرية تحضر بدعم دولي للتوصل لوقف إطلاق نار بغزا رغم عدم رغبة أحد الطرفين التجاوبة مع تلك الجهود مشيرا إلى أن اتصالات مصر المكثفة تأتي لحث الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق نار وأكد المصدر المسؤول أن لقاء فتح وحمس في القاهرة سعى لتحقيق الوحدة الفلسطينية وعدم فصل الضفة الغربية عن قطاع غزا مشيرا إلى أن الحركتين أظهرت المرونة والإيجابية تجاه إنشاء لجنة للإسناد المجتمعي لإدارة شؤون القطاع وأوضح المصدر أن لجنة الإسناد المجتمعي تتبع سلطة الفلسطينية وتتضمن شخصيات مستقلة كما أكد المصدر أن فتح وحمس لديهما نظرة إيجابية تجاه التحركات المصرية بشأن تشكيل لجنة الإسناد المجتمعية منوها إلى أن لجنة الإسناد تصدر بمرسوم رئاسي من الرئيس الفلسطيني محمود عباس وتتحمل إدارة قطاع غزا ترجمة نانسي قنقر